اشتركوا في القناة وحسب ما نشرته تقارير اعلامية اسرائيلية فان هذه الخطوة جاءت من اجل الاحتفاء بعودة العلاقات بين اسرائيل والمغرب وحطت يوم امس تلتا طائرة الوفد الاسرائيلية الامريكية بمطار الرباط الدولية في رحلة مباشرة هي الاولى من نوعها التي تربط تل ابيب العاصمة المغربية الرباطة وضمت الرحلة التي حطت الرحال بمطار الرباطة وفدا اسرائيليا وامريكيا يترأسه مستشار الرئيس الامريكي جاريد كوشنر برفقته المستشار الخاص لرئيس الوزراء الاسرائيلية بين يامين نتنياهو الذي يترأس الوفد الاسرائيليا اشتركوا في القناة